السيق يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل حاجة حلوة سهلة جدا وبسيطة والطعم فوق الرائع شكلها كمان حلوة قوي في التقديم لو عندك ضيوف هتعمليها وتقدميها المكونات اللي معاية كلها بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة لبن ونشا وسكر وكاستر وكريم جانتي طبعا الكريم جانتي انت لو بتجيبيه بودر بتتبع الخطوات اللي على العبوة بتاعته انا بجيبه معمول جاهز في علبة يدوب لو مثلا هضرابه هحط له شوية لبن واضرابه او اضيف له كاكاو خام او كل ده انت طبعا لو بتجيبيه البودرة ان انا عارف انه هو في مصر منتشر البودر اكتر فبتتتبع الخطوات اللي على العبوة مكتوبة وتنفيزيها واضفيها للوصفة بتاعتنا برضو التلزين بتاع الطريقة دي سهل وبسيط اي تلزين حينفع يتلين بالطريقة دي يلا نشوف المكونات اللي عندي عندي تلات معلق نشا او هتعيري النشا عاية تعيريه مقارنة باللبن يبقى كل كباية لبن ليها كباية نشا انا عاملة تلات كباية لبن هحط معلقة نشا ليها معلقة نشا سوريا مش كباية هحط نص كباية سكر عايزة تزاودي السكر اللي يريحك بس يعني يفضل ان هي نص كباية للمقادير اللي انا بقولها تكون احسن معلقة مليانة كبيرة كاستر وحقلب كل الخليط ده يبقى حطيه تلات معلق كبيرة نشا ونص كباية سكر ومعلقة كبيرة كاستر هقلبهم كده اخلطهم ببعض بالمضرب اليدوي او بمعلقة او باي حاجة وابدأ بقى اضيف ايه؟ اضيف لهم اللبن انا احط لكل معلقة نشا كباية لبن يعني انا الوقت المفروض هحط تلات كباية لبن هتعملي اربع كباية لبن يبقى تحطي اربع كباية لبن هتحطي اربع معلق نشا كده انا حطيت كبايتين هحط كباية كمان هحط كده شوية ايه؟ اللي هم يعني ايه؟ لو الكباية مش مليانة اوي يبقى تلات معلق نشا عليهم نص كباية سكر عليهم معلقة كاستر نخلطهم ببعض وننزل عليهم بتلات كباية لبن نقلب على البارد كويس اوي بحيث ان انت تدوي بكل السكر والكالتر والنشا ما تحسيش ابدا ان فيه اي نقط او تكتلات بودر اهو لاي من انتو شايفين كده نقلب كويس اوي ونبدأ نرفع على النار هنرفعها على النار وافضل اقلبها لحد ما وصل على قوام احصل على قوام ايه قوام اللي انا عاليه؟ عاليه قوام تقيل نفضل نقلب كده ونحرك لحد ما تبدأ تتقل معي اهي هنا بدأ تتقل اهي بسوا القوام بقى عامل الزيت ايه ازاي؟ طبعا ما بدهاش فرصة ان هي يتكلكع بافضل اقلبها زي ما انتو شايفين كده لحد ما تبدأ تغلي معي اول ما تبدأ تعمل الفقعات دي اللي انتو شايفينها خلاص كده حطفي عليها اي كده خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزة اول ما تبدأ تعمل فقعات كده اعرفي ان انت الخليط بتاعك خلاص كده غلى وتقل هنفضيها كده في بولة وحابدى اغطيها بالستريتش ريب واسبها طبرة خالص عايزة اقول لكم انا سبتها سبتها وقت كتير جدا يعني نزلت انا هنا هغطيها وانزل وارجع اكمل تاني الوصفة هي دي الكمية كلها اللي انا عملتها فضتها كده في بولة وحابدى بقى احط لها كده على الوش ليه انا بحط الستريتش ريب ده عشان ما تعمليش وش تعارفين الكاستر بيعمل زي طبقة كده اوش بعد ما بردت بقى خالص اهي حضربها بالمضرب عادي جدا حديها ضربها كده بالمضرب ضربة المضرب دي بتلعيدني على قوام الكريمي اللي انا حاخده في الاخر ضربتها كده بطل قوامها هنبدأ بقى نضيف معي الكريم جونتي طبعا الكريم جونتي اللي هي ما قلتلك انتي بتحطي لو بودر بتتبعي المكونات وبتحطي حسلة بالكمية اللي انتي عاملها يعني انا دلوقتي حطة تقريبا اربع معلق اه او اربع معلق او خمس معلق كبار كريم جونتي وحبدأ اضرب الخليط ده كويس قوي مع بعض نضرب بقى في الخطوة دي حلو قوي عشان القوام الكريمي اللي احنا عايزينه هنجيب بقى شوية لبن هنحطهم في طبق نحليهم بسكر ونحط يعني ربع معلقة كده نسكفيه ونضرب الخليط ده كويس ندوب كده لنسكفيه وحطينا لبن وسكر ونسكفيه حسب برضو كمية البسكوت اللي عندك هجيب بقى بسكوت شاي سادة خالص مفوش اي حاجة وحبله كده في الخليط ده وابدأ احطه في الكسات او لو هتعملي كله في قارب مثلا واحد تروح يفرشة كل البسكوت ده كده تكثري تتكي عليه بالمعلقة وتكثريه بعد ما تبليه في الخليط ده وعملنا كل الكسات كده نيجي بقى الخليط بتاعي اللي هو فيه الكاستر والكريم جونتي ننزل به على البسكوت نعمل طبقة ونرجع نعمل طبقة بسكوت تاني نحطها يعني هتعملي طبقات طبقة بسكوت وطبقة من الخليط ده طبقة بسكوت وطبقة من خليط الكاستر واللبن والنشا او نحط تاني طبقة كده بصوا الشكل بقى والبسكوت تحت رائع طبعا التلدين بتحطي من فوق التلدين ليا ما انت بتحبي انا حطيت اللي هي الشعرية الباكل تاني لو مش موجودة عندك حطي بشرة شوكولاتة حطي بسكوت متكثر حطي اي حاجة من فوق ان شاء الله رشت كاكاوو طبعا مش عايد اقول لكم الطعم رائع قد ايه والقوام كريمي وجميل الزي بتليبيها في التلاجة شوية وبتكليها رائعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير اشتركوا في القناة